حريك بتقولي ما بتصلي مع الزوج جماعة بيكون هو سريع فيه الصلاة فهي بتأخر نفسها عن الركوع بلا ما تخلص الإراية لا يجب زي ما زوجك قالك يجب متابعة الإمام لأن الإمام جعل ليؤتم به فحضرتك بتتبعي وهو بيقرأ وحريك بتتبعي في هذه القراءة وبتأدي التسبيحات بتاعتك وكل شيء تابعة للإمام يا صاحبة السؤال الأستاذة سماح وما فيش مانع يعني هو حتى لو بيصلي بسرعة لكن بيؤدي الأركان وبيؤدي العبادة بشروطها وأركانها فلا مانع صاحبة السؤال لكن طبعا بيفضل إنسان يكون أكثر هدوءا في أداء العبادة عشان يعمل الفكر فيما يقول ويردد من قراءة القرآن والأذكار والتسبيح اشتركوا في القراءة